سلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي معكم المندرسفان ويا مرحباً بكم جميعاً تعرفنا في الدرس الماضي على طريقة العرض Back وكيفية عرض العناصر الوجد بطريقته اليوم دعونا نتعرف على طريقة العرض Grid وهي طريقة مهمة جداً وهي تشتغل مع توزيع العناصر بطريقة ترتيبية معينة Grid يا جماعة هي فكرة أنك عندما يكون عندك شاشة العرض أو اللي هي الروت يعني فبإمكانك تقسمها إلى عدة تقسيمات أو على عدة خطوط وتوزع تصير العناصر على هذه الخطوط فلو مثلاً نحن هنا بدنا نعمل ولا يكون أربعة أزرار فبدي تكون أزرار على اليسار، زرار على اليمين، زر في الأسفل يسار، أسفل اليمين فهنا معناها لما أردك قسمها ضمن Grid فهذا راح يكون بالعمود الصفر والصف صفر لأنه تعرفون نحن نبدأ بالصفر الثاني راح يكون العمود واحد والصف صفر الثالث راح يكون العمود صفر والصف واحد، والأخير بالعمود واحد والصف واحد هذه الخطوط أنت تعملها يعني برازك تعملها وبعدين تخبر الكود أنه أنا بدي أوضعه بالموقع الفلاني بالموقع العلاني فرح يطلع معك فالآن في الكود لو استدعينا TK Enter وأنشأنا الواجهة الرئيسية Root مع TK خلونا نعمل الحجم الشاشة الرئيسية تكون حجم 200 في 200 مع خاصية الجيومتري وما ننسى وضع Root.mainloop حتى تبقى الشاشة شغالة طيلة الوقت والآن خلونا ننشأ الأزرار الأربعة نبدأ بالزر الأول فخلونا نسمي وليكن بوتون واحد يساوي البوتون ويطلع ضمن Root وخلونا نسمي Text يساوي بوتون واحد الآن بعده راح أخليه يطع بطريقة الGrid فبوتون واحد.grid هالمرة ونفتح القوس أنا بدي يكون ضمن الرو يساوي صفر وضمن الكلوم أيضا صفر فبالتالي هذول العنصر الرو والكلوم هنا أنا علمت البرنامج ترى أنا بديه بالموقع الفلاني من على الشاشة حنزخ هذه وأنصخها عدة مرات وفقط أغير أن هنا البوتون الثاني راح يسمي أيضا بوتون اثنان وهنا بوتون اثنين Grid راح أخليه المرة في الصف الصفر والعمود الأول يعني في الصف الأول والعمود الثاني تعرفوا الأرقام تبدأ بصفر وهنا الثاني أخلي ثلاثة وأيضا في الرو الأول والعمود صفر والرابع راح أخلي أربعة أيضا هنا وفي الصف الأول والعمود الأول الآن وقت أشغل نشوف شون طلعوا كلهم بشكل مربع بهذا الشكل لو حبيت أن يعمل الزر الثاني يكون ضمن العمود الثالث فأرجع لهنا وأقول له الكلوم أنه يكون اثنان فشايفين يقدر تكتبه هو مباشرة طالما تشغل الآن تشوف الزر صار بالعمود الثالث ولو حبيت بالرابع بالخمس يتم ولكن هنا فيه ننتبه لشغله الآن لو حبيت أن يكون بالرابع لمثل ما قلناه فوقت أوضع العمود هنا ثلاثة وأفتح ما راح يكون في العمود الرقم الثالث لأنه هنا ما فيه شيء موجود ضمن العمود اللي قبله اللي هو العمود الثاني يعني هو فعلياً صار بالعمود الرابع بس هذا العمود ما توسع كان مقداره صفر لأنه ما فيه عنصر فيه لحتى يتوسع أو لحتى يبين أنه هذا صار في الرابع مثل ما نشوف العمود الأول والعمود الثاني هذا العمود توسع لأنه نحن كنا حطين فيه عناصر الثالث ما توسع لأنه ما فيه عنصر بس لو حطيته عنصر راح يتوسع الرابع هو اللي صار فيه هذا الزر فهذا راح يعتبر ضمن الجرد الرابع بس طلع وكأنه في الثالث لأنه ما في عنصر قبله فيفضل أنك لما تشتغل الوجهة وتشتغل هالجرد أنك تشتغل بالعناصر الواحدة والآخر يعني تحط بالأول والثاني وما أخلي بالخامس لأنه فعلياً راح يعتبر كأنه ثالث لأنه ما في عناصر كان بالعمل اللي بعد فقط هذه يعني تحاول شوي ترسمها ببالك قبل أنك تشتغله فتأكيد على هالكلام لو عملنا الزر الأول مثلاً بالعمل الثالث فالآن نكتب هنا نكتب لكلام أنه يكون اثنان لأنه وقت نشغل نشوف كيف صار هذا بالفعل في العمود الثالث اللي رقمه اثنان واللي بعده بالفعل طلع بالعمود الرابع يعني تأكيداً هذا على كلام بتليات جماعة من أجل أن لا تدخل بهذه الدواء خلاص نتوزع الوجرد أن الترتيب يكون موجود في كل عمود وفي كل صف أنت نشغل يكون في عنصر حتى يبين عندك في هذا الموقع خلينا هون بس أزود من عرض الشاشة شوي أخليها 400 حتى تنتسع للعناصر خليني هون أعمل زر خامس حتى نتكلم هنا عن موضوع مهم فراح أنسخ هذه وأرصقها وأخلي الوجرد هنا يا جماعة ضمن الصف الثاني والعمود الصفر يعني راح يكون في الصفة الثالث خليني أرجع هؤلاء لما كانت عليه بالصفين الأوليين والعمودين الأوليين الوقت يشوف الزر يكون بالصف الثالث اللي رقمه اثنان والعمود الأول مثل ما وضعنا نحن في الكون لو حبينا هذا الزر أن يكون في المنتصف يعني ضمن العمودين الأول والثاني فهنا نقدر نشتغل مع خاصية جديدة تسمى الكولومب اسبان كولومب اسبان بحيث أنه لكم عمود تريده هذا الزر أنه يتوسع إليه فأنا أريده ضمن عمودين هو العمود صفر والعمود واحد فبدون ما أخصص طبعا العمودين فقط أهجأ أقول له هنا كولومب اسبان يساوي اثنان فيعني معناها أنه مو أنا خليته بالعمود صفر فهو راح توسع للصفر وللواحد فالآن لما نشغل نشوف هذا بالفعل صار ضمن العمود الأول والثاني وطلع بالمنتصف لأنه نحن خلينا أن يكون بالمنتصف فهذا الكلام جدا ممتاز ويعطينا شوية أريحية إنه ممكن يكون على المستوى الصفوف والعمدية يعني حتى لو اشتغلت مع الروسبان هنا قلت له اثنان وخلينا نعدل هون أنه يكون في العمود الثالث يعني اثنين والصفر الأول فشوف وقتين نشغله راح يكون بالفعل في المنتصف لأنه هون قلنا له يتوسع ضمن صفر يعني هاي الفكرة تشبه عملية دمج الصفوف أو دمج الأعمدية إن كانوا في الورد والإكسل بحيث إنه هذو العمود يتدمجناهم فالزر راح يكون ضمنهم يعني يكون فيه منتصف طبعا يا جماعة ما ننسى إنه بيمكننا نعمل باد إكس و باد واي للجريد أيضا هذه نقدر نعملها الأزرار بحيث نبعدها بين بعض فمثلا لو خلينا نعمل لكل الأزرار إنه يكون باد إكس عشرة و باد واي عشرة ورح ننسخ هذه ونرسقها للجميع حتى يعني يكون فيه مقدار مسافة بين كل زر و الثاني خلينا أيضا أرجع هذه إلى الرو اثنان والكلوم صفر والكلوم السبان يكونون اثنين مشان إنه ترجع إلى ما كان عليه وقت الشغل الآن فنشوف التباعد يكون ممتاز بين الأزرار وأيضا ما ننسى أصدقائي موضوع الآيباد إكس و آيباد واي لإضافة المساحة داخل الزر و ليس من خارجه فلو زودنا هنا عشرة بيكسل داخل الزر الخامس فنوضع هنا في الكود مع الزر الخامس الآيباد إكس يساوي عشرة فكبر معنا بالكلاس عشرة فهذا الباد خليته الداخلي بدال ما يكون خارجي فنشوف يعني بإمكانك يتحكم بالزر بالطريقة اللي تشوفها المناسبة طيب هل بإمكاني نجيب الزر لليسار أو لليمين و غيرها؟ طبعا يا جمعة وهن رح يأتينا العنصر اسمه Sticky فإذا استخدمنا هنا العنصر Sticky وبينها شرطين تنصص حطينا له الحرف W نفس اللي أخذنا من شوي الموضوع الأنكر لكن هنا اسمها Sticky فالآن Sticky W لنما نشغل نشوف إنه صار في الوسط وبإمكاني أستخدم طبعا حرفين وليس حرف بإمكاني أقول له NW حتى أخلي دائما في اليسار الأعلى لو ما احنا شغلنا الجميع هنا يا جماعة إنه بإمكاني أستخدم إنه يكون من الW إلى ال-E يعني من الوسط إلى ال-E فإذا اشتغلنا وشغلنا الكود رح يكون يمتلع على كل جرد وهذا على عمودين فرح يكتمل لإلوه فهذا رح يتوسع خلاص لكل العمود فهذا كثير شغلة حلوة إنه بخليته يتوسع إلى هذولا المسافتين من ال-West إلى ال-E طبعا نفس الفكر اللي أحبت من ال-North إلى ال-South فيعني ال-E stick يا أما تحط حرف واحد يا أما حرفين ولو كان باتجاهين يعني خليته يكون بالاتجاه من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى للأسفل فيعني رح يتوسع إليهم حتى يوصل للنهاية طيب بعد يبار أعملنا كل هاي السوالف هل بإمكاني إنه وقت أكبر الشاشة تتوسع معي هاي الأزرار طبعا يا جمعة ولكن هاي الفكرة لن تكون مثل back اللي هي كانت fill والexpand إنما هذا الشيء خاص بالنافذة ككل أي خاص بالroot فإذا رحنا على root وهنا بإمكاننا نخصص مقدار الحجم اللي راح يزيد وقت التوسع لكل grid من grids اللي عندنا إياه بإمكاني أقول له مثلا الصف الأول يتوسع بمقدار 1 بيكسل لكل تكبيرة بيكسل أنا أكبرها لهذه الشاشة يعني أنا أكبر الشاشة ومو أكبرها بيكسلات فكل أحد بيكسل يتوسع معي هذا grid بواحد بيكسل طبعا الحالة تتوسع معي الأزرار فلو جينا لهون وقلنا له root.rowconfigure وبين أخوة سين أو شي يعني له ما هو الصف اللي بدي أوسعه فهو الصف صفر فاصلة الآن بحدد له المقدار هذا التوسع ولي يكون واحد فالآن لما أشغل أشوف فقط الصف الأول يتوسع بهذا المقدار شوف صحيح إنه الزرار عميبتعد بس هو يتوسع لgrid ويعني ويكون مقدار واحد بيكسل لكل تكبيره لو حبيت الصف الثاني يتوسع بمقدار اثنين بيكسل لكل تكبير بيكسل يتوسع اثنين فالآن لما أقول له root.rowconfigure وأفتح القواسين الصف اللي يريد أوسعه هو الصف الثاني يعني رقم واحد فاصلة والويت رح يكون اثنان يعني يوسع لي اثنين بيكسل لكل واحد بيكسل هنا لما أشغل فرح يكون التكبير على مستوى الصف الثاني اثنين بيكسل لكل واحد بيكسل يكبر معه طبعا نحن هنا ما كبرنا الزر لحد الآن نحن بس وسعنا هذا الجريد ولكن إذا بدي يكون يمتلئ الزر في كل هذا الجريد فأخذناها من شوي اللي هي sticky بدنا الزر يكون يمتد لكل حجم الجريد فبالتالي هنا بممكن للrow الأول نقول له sticky يساوي ns يعني north للsouth يتوسع شاقوليا من الشمال إلى الجنوب وأيضا الثالث يكون نفس الموضوع فالآن أقول له مثلا يتوسع من الشمال إلى الجنوب يعني من الأعلى إلى الأسفل فبينه إشارتين تنصيص نقول له ns فالآن لما أشغل نشوف بالفعل إنه الثالث تكبر معنا بهذا الحجم يعني بإمكانك تقول له إيش العمود اللي بدك تكبره أو إيش الصف طبعا ما ننسي يا جماعة العمود نفس الفكرة يعني لو حبينا العمود الثاني إنه يتكبر فبإمكاني أرجع وأقول له root.colonfigure وبين قوة سين أقول له كبر لي العمود رقمه واحد اللي هو العمود الثاني والويت يكون واحد فالآن رح يكبر معنا وأموره تمام وبإمكاني نخلي الزر الرابع مثلا يكون الاستيكي تبعه يكون من الوست للإست فنشوف الآن لما نشغل رح يكبر معنا مع التكبير الأفق خلونا أيضا نعمل الزر الثاني إنه يكون على اليسار دائما بدون تكبير فممكن نعمل الاستيكي تبعه إنه يكون فقط واست أو نخلي نورث وست يعني حيث يكون في الأعلى اليسار فآن لما نشغل رح يكون دائما في الوست في اليسار وما رح يكبر معنا لأي شيء ثاني وبالشكل الأصدقائي هاي فكرة لغريد لغريد شغلاتها حلوة أتمنى منك ترجع وتشوف هذا الفيديو من جديد وتسجل الخصائص اللي مرينا فيها مثل الكلوم فيجر والكرو فيجر وأيضا لغريد وموضوع الاستيكي والآيباد إكس آيباد واي وأيضا الكولومس مان والروسمان فهي أفكار جميلة مهمة سجلها عندك وإن شاء الله الدرس القادم رح نصمم شيء بسيط على أنه نطبق أفكار لغريد في مثال عملي ونتعرف أكثر على عناصر اللي موجودة في هذه تيكي انترون يكم الآن مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة